فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من أمور دنيوية أما العبادات هذا مفروغ منه ما يجوز وهذا بالإجماع لا يجوز أن نقلد الكفار في عباداتهم لأنها إما كفر وإما شرك وإما بدع محدثة وإما دين مغير ومبدل ومحرف أو منسوخ أو دين منسوخ حتى ولو لم يغير ولم يبدل فإنه كان موقعا في وقته وانتهى ونسخ بدين الإسلام فهذا محل الإجماع أننا لا نتشبه بهم في العبادات